اشتركوا في القناة احل لكم ليلة الصيام الرفة إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فلا نباشروهن وابتعوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط البيض من الخيط لسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل هذه الآيات تتبيننا وتبين لنا متى نأكل ونشرب ونتناول جميع المفترات خلال شهر رمضان ومتى ننتهي عن الأكل والشرب وجميع المفترات خلال شهر رمضان وخلال الصيام وكأن هذه الآيات كتبيننا بأن الله عز وجل شرع الصيام درجات ففي بداية الأمر كان الصيام على المسلمين والمسلمات وحتى على الصحابة لا يمكن لهم أن يأكلوا ولا أن يشربوا بعد أذان المغرب إذا ناموا أو أخذتهم أعينهم إذا ناموا بعد المغرب أو بعد العشاء ولو قبل طلوع الفجر لا يمكن لهم أن يأكلوا ولا أن يشربوا ولا أن يجامعوا أهلهم فكأن في هذه القضية أو في هذه الحالة تظهر مشق أو تعاب على المسلمين والمسلمات والصائبين والصائمات وعلى بعض الصحابة فوقع بعض الصحابة في أهلهم بعدما ناموا وبعدما أخذتهم أعينهم وقيل أكلوا وشاربوا أيضا بعدما ناموا إلى آخره لأن الإنسان يكون في تعاب ومشقا دي العمل إلى آخره فلما يأكل ويفطر بعد المغرب يمكنه أن ينام وإذا نام في ذلك الحالة يمكنه أن يأكلوا ولا أن يشربوا ولا أن يجامع فالله عز وجل يسار على عباده بأن جعل الأكل والشرباء أثناء الليل من المغرب إلى طلوع الفجر سواء نام الصائم أو صائمة أو لم ينم يأكل ويشرب ويجامع ويتناو جميع المفترات ولهذا الله عز وجل قال أحل لكم ليلة الصيام الرافة إلى نسائكم قلنا لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختالون أنفسكم يعني كتعذبوا كتألموا كتلوموا أنفسكم إلى آخره فتاب عليكم وعفا عنكم فلا نباشرهن بالنسبة النساء والنساء أيضا بالنسبة الرجاء وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسودي من الفجر ما معنى الخيط الأبيض الأسود؟ يعني علامة تظهر مكان شروق الشمسي وطلوع الشمسي تظهر علامة سوداء وكحلة يعني قبل الفجر هذا ما يسمى بالفجر الكاذب يظهر كذلك السرحان وحد العلامة سوداء أثناء هذه العلامة نأكل ونشرب حتى يتبين لكم خيط الأبيض من الخيط الأسود الخيط الأبيض هو واحد العلامة ديال النور تظهر في مكان لك تشرق منه الشمس هذه العلامة يعرفها الناس ويعرفها أهل الأماكن اللي فيها يعني الأجواء صحوى وصافية ومشميسة وهذه العلامة أيضا هي علامة سهلة ميسر يعرفها كل الناس والله عز وجل جعل الإسلام دين الرحمة ودين اليسر والرخاء إذن هذه العلامة سسمى علامة الفجر وكان تقول أم ناعش رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا إذا أذن بلال كأن بلال كان يأذن في العلامة السوداء قبل الفجر ويقول مساء السلماء حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر وقيل كان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبح لأنه كان أعمى كان لا يرى إذن حتى يتبين لنا الخيط الأبيض من الخيط الأسود يعني العلامة هي الفجر أن ذاك يحرم علينا أن نأكل وأن نشرب بمعنى آخر أن نأكل ونشرب حتى وقت الفجر ووقت الفجي ووقت الإمساك هو وقت واحد والحديث الصحيح الذي رأى إمام بخالي ومسلم من أحاديث سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تصحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أنا سيد الملك رضي الله عنه فكم كان بين الأذان والصحور فقال له زيد بن ثابت كان قدر خمسين آية هذا لا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كما يترى من الحديث أنه امتنى عن الأكل والشرب قبل الفجر بقدر خمسين آية وإنما يدل على الصحور وبداية الصحور أما ما يسمى بالقطع وما يسمى بالإمساك عن الأكل والشرب هو وقت الفجر ولهذا الله عز وجل قال فاكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط ولا بيض من الخيط الأسودي من الفجر ومن سنان الصيام تأخير الصحور أن نأكل حتى آخر الليل حتى طلوع الفجر ولو أن نشرب شربة من ماء فنت نتكلم على هذه المسائل لأنها من مستحبات والسنان الصيام ووقت الفجر معروف أيها الإخوة عند المسلمين والمسلمات وإن كان فيه خلاف هنا في برجيقة فإن شاء الله تعالى بأي وقت عملنا وعمل به المسلمون والمسلمات إن شاء الله تعالى سيكونوا وقتا يعني للصيام ووقتا للأكل والشرب أثناء شهر رمضان اللهم علمنا من ديننا ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا اللهم صلي وسليم وبارك على سيدنا محمدين وعلى آله وصحبه اشتركوا في القناة